نعود للحديث عن الغزو الروسي لأوكرانيا ولكن هذه المرة ينضم إلي من دوناتسك عبر سكايب السيد دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دوناتسك الشعبية أهلا بك معنا بداية سأبدأ معك من منطقتات دوناتسك ولوغانسك الانفصاليتين هل هما ضمن النقاط اللي يتفاوض بشأنها الروس والأوكرانيون وهل أنتم على تنسيق مباشر مع الروس بهذا الخصوص الأوضاع معقدة بلا شك والحديث يدور بين الجانبين الروسي والأوكراني ما يخص الجمهورية الشعبية في دوناتسك ولوغانسك فنحن نحرر أراضينا ضمن حدودها الإدارية ولغاية الوقت العملية العسكرية الخاصة تواصل وأيضا فصائل الجيشين في جمهوريتي دانيسك ولوغانسك يواصلان عملهما وتحت دعم القوات الروسية أيضا لغاية اليوم تم تحرير 99 منطقة مأهولة ولكن عمليا هذا 50% أو أكثر للوصول إلى الحدود لجمهورية دانيسك الشعبية أنتم اليوم ما خياركم؟ هل تطلبون بحكم ذاتي أم الانضمام الكلي لدولة روسيا؟ لغاية اليوم جمهورية دانيسك الشعبية معترف بها من قبل روسيا الاتحادية كدولة مستقلة ذات سيادة ولكن إذا تحدثنا عن رغبتنا أو موقفنا فغالبية ساحقة للشعب في دانيسك دانيسك نحاول أن نكون أقرب ما يمكن إلى روسيا والمسألة واضحة ويجب أن تكون العدالة هي سيدة الموقف ونحن ننطلق من هذه المبادئ نعم لسنوات طويلة كانت اتفاقية مينسك يعول عليها لحل أي نزاع بالشأن أقليم دونبس بالشكل عام برأيك بعد الحرب الروسية في أوكرانيا هل لتزال تلك الاتفاقية جدوى وبالإمكان الرجوع إليها؟ عندما أصبح جمهوريتها دانيسك واللوغانسك جمهوريتين منفصلتين وعندما هذه العملية العسكرية للدفاع عن الجمهوريتين فقدت اتفاقية مينسك كل فعاليتها وهذا حصل أيضا في السابق وقبل ذلك لأن المفاوضات في مينسك كانت هناك لمدة سبع سنوات ولكن أوكرانيا لم تنفذ أي بنت من بنود اتفاقية مينسك لأنها أعتبرها قتلت قبل أن تولد فبلا شك نحن كمشاركين في هذه العملية المفاوضية فعلنا كل ما في وسعنا لكي نستطيع التفاوض مع أوكرانيا لكي نحل هذه القضايا عبر السبل الدبلوماسية لحل هذا النزاع لكن أوكرانيا لم تكن جاهزة لذلك ولم تنفذ التزاماتها وفي الأشهر الأخيرة من السنة الماضية وفي هذه السنة الأشهر الأولى بدأت أوكرانيا تركز قوها وفاصائلها أيضا وكان هناك أكثر من 120 ألف على الحدود مع دانيسك وأنا أتحدث عن كمية كبيرة من العتاد والسلاح ومن الجنود الأوكران وأيضا عن تجمعات أيضا وتزويدات من الولايات المتحدة ومن بريطانيا ومن غيرها قبل هذه العملية العسكرية أي أن أوكرانيا كانت تجهز بذاتها للقيام بهذه العملية ولكي تكون البادية في هذا الموضوع ولو لم تجيب روسيا على طلب جمهوريتي دانيسك واللوغانسك بالمساعدة والعون أنا أؤكد لكم لكانت أوكرانيا قد دمرت مئات ومئات ألا ألاف من الأرواح ومن المدنيين في دانيسك وفي لوغانسك ولكن من قام بالفعل الأول هي القوات الروسية هي من دخلت أوكرانيا وربما من أبرز حجاجها هي الدفاع عن مناطق دوناتسك واللوغانسك برأيكم هل أنتم أخطأتم الحسابات؟ سأجيبكم وقد يكون الإجابة غيرت منمقة لم تبدأ روسيا هذه الحرب هذه الحرب بدأتها أوكرانيا منذ عام 2014 واستخدمت كل ما في وسعها من عتاد أرضا وجوا وبحرا وهذه كانت هذه السنوات الثمانية أوكرانيا بالذات هي من دمرت البنى التحتية المدنية هي من قتلت المواطنين في دانيسك هي من قامت بعمليات الترهيب والتخويف والقمع في دانيسك وفي لوغانسك لذلك الحديث على أساس أن روسيا هي من بدأت روسيا بدأت تدافع عن هاتين الجمهوريتين لأن أوكرانيا لم تتركوا بابا مفتوحا للحوار والحل سلمي سيد دانيس أود منك أن تشرح لي أو تصف لي علاقتكم كإقليمين منفصلين مع روسيا هل أنتم تتلقون الأمامر أم أن يتم التعامل معكم كأصدقاء من قبل الروس من الجهة الروسيا نحن نعرف السند ونعرف الدعم الأخوي واعتراف روسيا بجمهورية دانيسك الشعبية فأصبحت الأوضاع بشكل واضح وموثق وهناك أيضا اتفاق الصداقة والدعم المتبادل وانطلاقا من هذا المبدأ تبنى علاقاتنا مع روسيا ما يخص المكونات العسكرية هنا فكل شيء أيضا واضح نحرر أراضينا بأنفسنا ولكن تحت غطاء نيراني روسي سيد دانيس يجرى الحديث الآن عن احتمالية إجراء استفتاء شعبي في منطقتين دانيسك ولوغانسك لو تعطينا تفاصيل هذه المسألة لا أعرف من أين لكم هذه المعلومات الاستفتاء في دانيسك ولوغانسك قد جار في عام 2014 في الـ 11 من مايو أيار فوعرب الشعب أنذاك عن رغبته ولكن الآن ما تغير هو الاعتراف من قبل أسيط الجنوبية ومن قبل يروسيا الاتحادية ومن قبل بعض الدول التي تنظر الآن في التعاون الاقتصادي بناء على المنفع المتبادلة مع الجمهوريتهم والحديث عن الاستفتاء أو عن استفتاء جديد لم يدر هذا الحديث نعم سيد دانيس يجري الحديث الآن من قبل الرواية الغربية والرواية الأوكرانية أنه في توقف شبه توقف من قبل القوات الروسية من ناحية التقدم ميدانيا أنتم تشاركون على الجبهة الشرقية في أوكرانيا هل تحققون أي تقدم ولو فعلا كان في عدم تقدم للقوات الروسية ولكم بما أنكم تشاركون معها في الجبهة الشرقية ما المعوقات حقيقة على الأرض أمامكم سأقول لكم بأن هذا التباطع أو هذا التوقف لأنه لم يكن هناك نية لأسرع من ذلك هناك العملية تتقدم وتوجد لدينا بالفعل بعض العراقين والمناطق المأهولة الصعبة والتي استطاعت خلال الثماني سنوات أوكرانيا أن تحصن وتعزز قواتها هناك في ماريوبل وأفديفكا لكن ما يعقد العملية أيضا بأن أوكرانيا وخصوصا المجموعات النازية تستخدم المواطنين دروعا بشرية هذا ما يوقف أو ما يعرقل التقدم في عملياتنا العسكرية ونحن لدينا أيضا وعطينا تعليمات لفصائل الجيش وللجيش الروسي لديه ذات التعليمات بمحاولة الحيلولة دون وقوع ضحايا مدنية ضمن هذه العملية العسكرية ودون إصابة الهداف المدنية لذلك نتقدم بثقة وببطء لتحرير كل هذه المناطق وأيضا هناك صعوبة أخرى بأن الفصائل الأوكرانية عندما تخسر في منطقة أو أخرى وتتراجع منها تحاول هذه القوات أن تدمر كل ما تستطيع تدميره قبل انسحابها من ضمنها البنى التحتية وخصوصا قنوات المياه وشبكات الكهرباء وأنبيب إمدادات الغاز تتنسفها القوات الأوكرانية بقدر الإمكان ولكن إذا تحدثنا عن الجدول الزمني لهذه العملية العسكرية والجدول الموضوع مسبقا فأعتقد بأننا نتقدم وفق الجدول الزمني الذي وضعه قبل بدء الحرب نعم سيد دينيس نراكم خرجتم خارج حدود دوناتسك ولوغانسك وأنتم تتقدمون باتجاه مناطق وفق المحللين التي نستضيفهم معنا والخبراء العسكريين الاستراتيجيين يقال أن هذه المناطق التي تحاولون فرض سيطرتكم عليها بالبداية هي ذات قومية روسية مثل ماريوبل هل أنتم فعلا تسيرون في هذه الخطة يعني قبل الدخول إلى كياب أو قبل حسم كياب أنتم تحاولون تأمين هذه المناطق مثل ماريوبل وغيرها لإخراج هؤلاء وتأمينهم قبل بداية ربما تمشيط المناطق هناك الأوضاع بلا شك هي معقدة جدا لأن هناك القوميات متعددة وليس فقط الروس هناك وبلا شك في كل الأحوال إما روسي الجنسية أو روسي الأصل إما ناطق باللغة الروسية فكلهم روس عمليا وعندما تبدأ العملية عملية تحرير هذه أو تلك من المناطق نحن ننطلق من أنه لا يجب أن يكون هناك أي ضرر يقع في صفوف المدنيين وأن نخرج بأقل الخسائر للمنشآت المدنية والبنية التحتية لأنه نحن سوف نبني ذلك نحن سوف نبني بعد تحرير فلذلك لا نرى أبدا أي جدوى من تدمير أي منشآت سكنية لذلك هناك تباطر نعم سيد دينيس فعليا دخل أوكرانيا فقط مئتا ألف جندي روسي وأنتم تقومون بمؤذرتهم برأيك هل بإمكان حسم الحرب في أوكرانيا لصالح الروس خاصة بعد أن أبقى الجيش الأوكراني ربما جهوده إلى يعني لم يستنفج جهوده منذ البداية وإنما انتظر لتزويده بالأسلحة والمعدات من الغرب وبالتالي يقول أنه اليوم يلحق الخسائر بالقوات الروسية ويلحق الخسائر بكم الآن وفي كل هذه التطورات كيف ستحسم المعركة في أوكرانيا لا يوجد لدي أدنى شك بأن النصر حليفنا وما يخص الجرحة والقتل للأسف نعم هم موجودون في أي حرب ولا ننفي ذلك ولكن الحديث عن تلك الأرقام التي نسمعها فهي مبالغ بها جدا وليستها حقيقية بالإضافة إلى أن هناك في أوكرانيا هناك ترويج بروباقاندا وترويج إعلامي ويفبركون ويختلقون أيضا معلومات خاطئة ومزورة عن كل ما يهجر هناك لا توجد لديهم أيضا تنسيق بين الفصائل وكثير من القوات الأوكرانية فهي عملية إما محاصرة عمليا إما تحت السيطرة الروسية فلا توجد أي حضود لأوكرانيا بأن تكون هناك أي انتصار خلال هذه العملية العسكرية لذلك كل ما ترونه من قبل أوكرانيا وكل هذه الحديث هي فقط دعاية لا أكثر ولا أقل ولكن سيد دينيس اليوم مستشار زيلنسكي قال أنه ستحسم المعركة لصالحهم خلال في غضون أسبوعين على أي أساس هذا الكلام مبني كل ما يبنى عليه هو بيت من ورق وهم أيضا قالوا بأنهم خلال يومين سوف يقضون ويدمرون الجيش الروسي وقالوا أيضا سوف يحتلون دنباس خلال يومين وقالوا إذا روسيا سوف تعيقهم فسوف تدمر وتعطب كل المقاتلات والطائرات والمروحيات الروسية وكما ترون لا يحصل شيء من هذا القبيل فيجب فقط عليكم التحليل ولو لجزء بسيط بما يقوله زيلنسكي أو مستشاروه فانظروا إلى تصريحاتي منذ أسبوعين فهل حصل شيء من ما هدد به زيلنسكي أو مستشاروه لم يحصل شيء كل ذلك كان أحاديث فارغة وكل ما ينشر في وسائل الإعلام فقط هو برباقاندا ولكي يهدي لتهديئة النفوس بالنسبة للأوكران ولكن المعركة قد حسمت نعم سيد دينيس بكل ما تملكون من عديد وعتاد في دونيسك ولوغانسك هل ستكملون المعركة مع القوات الروسية في أوكرانيا إلى آخر نفس المسألة الموضوعة أمام جمهورية دونيسك الشعبية هي قبل كل شيء الوصول إلى الحدود الإدارية لجمهوريته دونيسك ولوغانسك وهذه هي الهدف الأساسي وانطلاقا من هذا الهدف سوف نفهم ما هي الخطوات التالية واللاحقة انطلاقا من أرض الواقع ولكن ليس لديكم خطط عسكرية في المستقبل القريب بعد تأمين هذه المنطقة كما ذكرت توجد هناك فكرة واحدة فكرة عامة وهذه الفكرة واضحة بالنسبة لنا بأنه أن نجعل من أوكرانيا دولة آمنة وذلك عبر تحييدها وعبر عن تصبح حيادية هذه الشروط هي شروط بالنسبة لنا وهي شروط بالنسبة لروسيا الاتحادية أيضا لماذا نريد عدم اجتثاث النازية من جسد أوكرانيا ولماذا نريد عدم عضوية أوكرانيا في أي حلف عسكري هذا هدف مشترك لأن من يدعم هذه النازية كانوا قد قاموا بجرائم شنيعة جدا قتلوا النساء والشيوخ والأطفال والقمع هؤلاء النازيون الذين نتحدث عنهم هذا شرط أساسي أيضا لاجتثاث النازية من جسد أوكرانيا فما يخص أيضا عدم عسكرة أوكرانيا وحيادية أوكرانيا فيجب أن تكون أوكرانيا حيادية وأن يغير ذلك ضمن الدستور الأوكراني ولا يجب أن يبقى على أراضي أوكرانيا أي عتاد عسكري قد يكون له احتمالية أو إمكانيات للهجوم اللاحق في الفترات القادمة على دونسك أو على لوغانسك أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا كنت معي من دونسك عبر سكايب السيد دينيس بوشيلن رئيس جمهورية دونسك الشعبية شكرا جزيلا لك لأنك خصصت لنا هذه المقابلة الخاصة شكرا لك ترجمة نانسي قنقر